موسيقى السلام عليكم بنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد تقبل الله وصيامكم كنتمنى تشارك ونتخلى عليكم الصحة والسلامة والرزق اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقتي في المهلبية كتجي ناجحة 100% وكتنديرها في وجبة الصحور كتجي لديدة بزاف مكونات الي هي بسيطة كيف كتشوفو عندي ثلاثة المعالقة من نشا وجدت المعالقة ونصف دي السكر ثاني ده وملعقة كبيرة من الدقيق ونصف لتر حليب بنسبة لبنات النشا الي كنتستعمل هو هذا دي المايزينة والبنات بنسبة للنشا تقدروا تستعملوا أربعة المعالقة دي النشا وتستغنوا على الدقيق أنا كندير معلقة دي الدقيق باش كتخلي لي القوا بحلقة كيجي زوين كيجي بحل زبادي كنحاول أنني ندير نواشف هما اللولين كنخلطهم مزيان ستقوني لبنات هذل هذل الطريقة كتجي ناجها مئة في المئة يعني أن المهلابية دائما كتنجح معايا كتجي بحل دي المحلات كيف كتليكوب وكنتناولها في وجبة الصحور دائما كتجي لديدة بزافة لبنات هنا كيف كتشوفو كنحاول أنني نخلط مزيان باش ميكونوش عنديه قويرات دي الدقيق أو دي النشا كنحرق مزيان وكنضيفو حل إضافة للي هي لديدة بنسبة لبنات اللي ما كيجبهم مش ما ورد بزاف المظهر عفوا اللي كيجي في المهلابية هاد آزة دي الزهر كتجي لديدة بزاف ومخفافة يعني ما كتجيش قاسحة بزاف بحل المظهر هنا كيف شفتو زيت جت المعالق ونصف دي السكر ثاني ده بالنسبة لبنات للسكر انتو ما كتحكمو في كيف بغيتو أنا كندير جت المعالق ونصف كتجيني كافية منسبة لبنات اللي ما تيجبهم مش ما زهر في المهلابية فيقدرو يستغنوا عليه ويقدرو يديرو هاد آزة زهر يديرو فيها معالقة صغيرة كتجي لديدة بزاف صدقوني را كتعطيو حد إضافة اللي يزوينا بزاف كيف كتشوفو كندير هاي اللاخرة كنضيفها كاملة لأنا كتعجبني أناية كنخلط مزيان كيف شفتو كنحطها فوق البوطة لمدة دي الخمسة دقايق حتى العشرة دقايق كيف يبدو يبانو فيها فوقعات كنعرفها باللي طابت بهالطريقة البناز بني كتحركوا مزيان ما تتلصقش ليكم هنا البناز كيف شفتو راح نزلتها من البوطة كنحاول أنني نحركها وغادي نديلها وحد الإضافة اللي هي كتخليها تكون ناجحة مئة في المئة كيف كتشوفو كتبليكم تقيلة شوية كنديلها نصف كأس من الماء إلا كنتوا كيف كتلكم البناز درتو إطلو دي الحليب وضعفتو للكيمية كتديرو كز دي الماء وكتخلطوها مزيان مزيان بالخلط كهربائي كتخلطوها مزيان وكتعطيكم وحد الخالات اللي هو سائل كيجيب حل الكريمة كيف كتشوفو أنا كنخلطها مزيان اللي ما عندوش البنات الباتر يقدر يدير مولينيكس مهم هو أننا كنحاولو أن دك الماء يتخلط لنا مزيان مع المكونات اللي لقدرناهم من فوق البوطة كيف شتو كنحركم مزيان مزيان حتى كنحصل على هاد النتيجة كيف كتشوفو هادية النتيجة كتجينا بحاشي كريمة أنا غادي نوريكم دباب المعي لقى القوام ديالها تيجي القوام سائل ما سائل مع قد يعني معقول سافة البنات غادي نحاول أننا نفرغها في الكؤوس ديال التقديم كيف كتلكم البنات نسطروا ديال الحليب يعني كفانة ديال الأشخاص عمر لي اربعة من بحل هاد زليل فت بالنسبة للبنات الكؤوس يعني انتم ما كت يعني لحزة بلك كانوا كؤوس صغر غادي زوليكم كيمية اللي كبيرة بالنسبة عندي هادو أنا غارقين شوية سافة البنات كنحاول أنني نفرغ الخاليط وكنخليه شوية قبل ما ندخلوه تلاجة كنخليه شوية كنخليه في حرارة المطبخ من بعد كندخلوه المدة ديال ربعة تسويع أو أكتار انتم اللي بغيتوه كنقدر نديرها أناية وراء الفطور وكتلقى هاواجده اللي بغيت هاد الصحور سافة البنات كيف شتوه سافة أنا فرغتهم دابا وغادي اندخلوهم بالتلاجة ومن بعد ملي كيخرجو هادو الشكل ديالهم غادي نحاول أنني نزينهم بالنسبة للبنات التزين كيبقى اختياري أي حاجة عندكم في الدار كتقدروا تزينوها بيها هنا عندي أناية شوية البيستاش بحلقة هرمشتهم زيان وهدي نزينو بيها أنا البنات المهلبية في الحقيقة كتعجبني بزف مع المكسارات كتجي لدي داكتار وتقدروا أنتم عندكم اختيار تقدروا تزينوها بصوص ديال كغاميل أو شوكولة اللي بغيتو أو لكاوكا وحتى هو كيجي مع هزوين واللوز هنا البنات حاولت أنني نزينها كانتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم والطريقة ديال تزين وكانتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة لأنها فعلا كتجي لديدة لديدة بزف وإلى عجبتكم ما تنسونيش بليكم مونتر وليلايك وشكرا لكم مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهب